قال التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بين أكثر من 200 ألف ضحية سقطوا جراء الهجمات الإرهابية خلال خمسة أعوام في خمس دول إسلامية وخلال فيديو بثوا التحالف الإسلامي العسكري عبر حسابه رسمي على تويتر أوضح التحالف أن أكثر من 348 مليار دولار هي قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإرهاب خلال السنوات الخمس الماضية الفيديو الذي نشر بالتزام مع ختم أول اجتماع لوزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري في الرياض شدد أيضا على أهمية تأمين ما يلزم من قدرات عسكرية للتحالف لضمان إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها وفق إمكانية كل دولة على حدة